اشتركوا في القناة ويحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر لمنطقة لنعيم منذ أيام التي كان هدفها الأول هو الاطلاع عن كثب على احتياجات أهالي المنطقة وتحويل مركز شباب لنعيم إلى مركز نموذجي وقد كان سموه قبل ذلك قد التقى بأهالي منطقة لنعيم في مجلسه العامر ليأتي هذا اللقاء المفتوح بين أهالي منطقة لنعيم والوزراء المعنيين في إطار توجيهات سموه السديدة لمتابعة احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة والعمل على تلبيتها وفق رؤية تنموية شاملة تستهدف الارتقاء بأوضاع كافة المناطق وتطوير المرافق التي تخدم قاطنيها كان هناك مطالب محددة بالنسبة إلى خدمات الطرق وصيانتها وأيضاً خدمات الصرف الصحي وأمور أيضاً تتعلق في التخطيط العمراني لهذه المنطقة وبعض الطلبات المتعلقة بالخدمات البلدية من أمور الرقابة على بعض رخص البناء ومواقف السيارات وغيرها عندهم طلبات إسكانية وهذه الطلبات طبعاً الآن نحن بقيد إن شاء الله دراستها وراح نستوعبها إن شاء الله على مستوى أو على صعيد الملف الإسكاني هناك أيضاً رغبة من الأهالي لعمل مشروع إسكاني خاص بهم في المناطق المجاورة وإحنا الآن بصدد الإطلاع على هذه المساحات أو على هذه الأراضي نشوف إيش الفرص المتاحة الشق يعني إننا نشق شبابي ورياضي طلعنا على احتياجات المركز الشبابي في المنطقة وشنهو المرافق الإضافية لطالبينها وإن شاء الله نحن الآن بصدد الإجتماع أيضاً من أصحاب السعادة الوزراء لدراسة جميع هذه الطلبات خاصة ما يتعلق باستملاك الأراضي واستكمال بعض المرافق للمنشأة الموجودين نحن اليوم فيها حالياً أهالي لنعيم ممثلين بمركز شباب لنعيم قدموا عروضاً توضح احتياجات المنطقة من بنى تحتية ومشاريع خدمية هذا اللقاء اليوم طبعاً جاء تفعيلاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي أصر على أن يأتي كل الوزراء المعنيين بالبنية التحتية ومشاريع الإسكان وبناء المركز الشبابي النموذجي حريصة على أن يأتوا هؤلاء لاستطلاع آراء أهالي منطقة النعيم واستطلاع احتياجاتهم كان لقاء ودي وصريح وبناء بعين الأب الحريص على متابعة احتياجات أبنائه وتلبيتها يشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر دائماً على تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في إنشاء المرافق الخدمية وتحقيق الاستدامة التي تكفل رضا وراحة المواطنين سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين سارة البدري لمركز الأخبار سارة البدري لمركز الأخبار تلبيت به لحظة المواطنين سارة البدري لغ con reper ما